اشتركوا في القناة وقرارا من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يتخالف مع الاختصاصات المنصوص عليها قانونا لكل جهة وجاء بالمرسوم أنه يعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني على النحو الآتي وزير المالية والاقتصاد الوطني ويتبعه مكتب إدارة الدين العام مجلس احتياطي الأجيال القادمة إدارة الرقابة والاتصال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات وتتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية إدارة تقنية المعلومات إدارة شؤون الأملاك الحكومية إدارة التدريب والتطوير الإداري خامساً وكيل الوزراء لشؤون المالية ويتبعه الوكيل المساعد للعمليات المالية وتتبعه إدارة عملية التمويل إدارة المدفوعات والتحصيل إدارة تطوير الأنظمة المالية الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي وتتبعه إدارة العلاقات الدولية إدارة الاستثمارات الحكومية الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية وتتبعه إدارة الميزانية إدارة المشاريع إدارة سياسة الإيرادات العامة الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وتتبعه إدارة تنسيق شؤون الخدمات المالية المشتركة الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية إدارة الكفاءة المركزية عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وفقا لأداة تعيينهم ونقلهم لتولي مهم الخدمات المالية المشتركة في الجهات الحكومية سادسا وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني ويتبعه الوكيل المساعد لشؤون الاقتصادية وتتبعه إدارة التخطيط الاقتصادي إدارة السياسات الاقتصادية إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية وتتبعه إدارة المؤشرات الاقتصادية إدارة تعزيز التنافسية إدارة التحليل والمعلومات